تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض للتصالة طيبة واحد يوم 22 من نوفمبر الجاري حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركات أريان سبيس الفرنسية على صاروخ الإطلاق أريان 5 وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جوينة الفرنسية بأمريكا الجنوبية وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامة حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل